مرة تلو أخرى تؤكد المؤسسة العسكرية الجزائرية تمسكها بالمسار الدستوري كمخرج وحيد للأزمة الراهنة هذه المرة أكدت قيادة الجيش في افتتاحية مجلة الجيش أن خارطة الطريق يجب أن تعتمد على أربع نقاط التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في أقرب وقت ووفق المقال المعنون بعلى نهج الشرعية الدستورية أكدت المؤسسة العسكرية رفضها بشكل غير مباشر أي سيناريو يطالب بالخروج عن أحكام الدستور الحالي خشية تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي كما دعت المؤسسة العسكرية قبل إجراء أي انتخابات رئاسية إلى جلوس شخصيات وطنية حول طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع مشيرة إلى أن هذا الخيار من شأنه أن يختصر الكثير من الوقت ويحيد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة أما الركيزة الأخرى للخارطة التي يتبناه الجيش فهي إحاطة هذه الترتيبات بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تجنب البلاد الدخول في متاهة يصعب الخروج منها هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش جاءت بعد إعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة عثمان عمر العربية